كيف فينا نخلي جسمنا يحرق دهون كل نهار؟ هيدا موضوع هيدا الفيديو مع عشر نقط رح احكيكونا عننون واخر نقطة هي اهم نقطة بين هالعشرة هيدا النقطة السحرية اللي رح اذا عملتوها تشتير جسم يحرق لوحده سعرات حررية ودهون مش انتو عم تركدو ليل نهار لا لوحده بصير يحرقون كيف فينا نخلي جسم يحرق بهالشكل؟ كثير بشوف ناس بيقول لي تم ما انت كيف كوتش هلا عم تاكل 3500 سعر حرارية بالنهار وعم ينزل وزنك؟ كيف قدرت توصل لهالمطرح؟ كيف قدرت تعلي الميتابولزم لهالدرجة؟ هل يطور هالشي معقول ولا انت الوحيد اللي عم تقدر تعمل هاك ونحن ما فينا نعمل هاك؟ نقولكم شغلة انا من جان المريخ اي بليف انه مثلي مثلكون كلنا فينا نبني الميتابولزم او حرق الدهون بالنهار كلنا فينا نبني جسم وحرق الجسم وعملية حرق الجسم اليومية بيتم جسم يلي هي الميتابولزم من قلة نحن يلي هي فيها من خلاله نقدر نحرق اكتر سعرات حرارية ونخلي جسمنا مرتاح وصحتنا كتير منيحة وقوي جسمنا عم يقدر ينتج اكتر ان كان قوي او سعرات او صحة او كل شي من هالنوع نشويات عالي روتينات ودهون طيب كيف فينا نخلي الجسم يحرق هاك؟ رح عتيكم هالعشر نقط ورح بلج باول نقطة كتبتون انت ما انسى ولا وحدة اول نقطة هي ناكل بروتيين بكل واجبة بيجو لي شباب وصبايا بكون عم مرنهم بعدهم مبلشين كوتش اكلت الظهر اكلت الجيش شبت كل مرة بدي اكل بروتيين كل واجبة بده تكون متوازنة اليوم نحنا لما ناكل بدني انا 3 واجبات او الاربع واجبات او الخمس واجبات اللي عم يكلهم شو ما كان حجمهم وشو ما كان اكيد يكون فيو بروتيين بروتيين شيء اساسي مافيني انا اكل بروتيين بالصدف او بالمناسبات لا ترويق بده يكون فيها بروتيينات بدي حط لبنان عنا فاصوليا ولحم ورز من اكل فاصوليا والرز وشوية لحم هيك بيناتو مفي بروتينات ادي ماشي بروتينات قدام النشويات ماشي يعني هاي 80 بالمية نشويات وانجق 20 بالمية بروتينات ما كيف ازا بك تبني جسمك بدك بروتينات هي اقل من 20 بالمية بروتينات حتى مش هيك بدسير الامور لا لا بدي الطبخة بدي الصحن ادخال الصحن انا بدي الصحن نصه نشويات ازا بدي بلش هيك بشي متوازن نص صحن نشويات نص صحن بروتينات وحده صحن خضرة ازا بدي حط شوية زيت زيتون مع الصحن الخضرة بتيفوت شوية دهون صحية على الجسم او شوية مش عم حكي عشر ملاعق زيت زيتون انا نجق شوية او حتى يمكن ازا ما حتيت زيت زيتون كان ضمن البروتينات طبعا ازا كانوا باد او لحمة في دهون بقلبها لانه هاي دي جزء من البروتينات هاي ده شي كتير كتير صحي وكتير طبيعي ما بدي خافه من الدهون بدي الوجبة تكون متوازنة والوجنة المتوازنة الوجبة المتوازنة هي الوجبة اللي فيها بروتينات ضروري مش بالصدق وشو بيعمل البروتينات البروتينات فيش اسمو تيرميك افاكت عالي يعني فيش اسمو تيرميك افاكت البروتيين بيخلي هضم طبع البروتيين بيخلي جسم يحرق اكتر نحن نايمين اكيد ما تطلعوا بالبروتيين فوق الزوم ما بيصوى يعني اوطى شيء الو هلا سامحين انه اوطى شيء 0.8 جرامز بروتيين لكل كيلو بجسمك ونحن كا انا بنصح تقريبا 1.8 جرامز ممكن اطلع اكتر اذا عندي مشاكل بالانسولان عم عدلها بس بدو يكون عندي نسبة بروتيين حرزانة بكل وجبة ضروري هايدي تنبلش من هيدا البيس لايم تماما نختلف على اولى نقطة تاني نقطة الماي الماي شيء كتير اساسي اذا عن جد بدك تخلي جسمك يدلع عم يحرق بطريقة مظبوطة الماي بهالزمن الغريب صرنا عم تترك حدنا نعطش تنشرب وهيدا شيء بيعني انه احنا صرنا ديهايدريتد صرنا ديهايدريتد والديهايدريتشن ابدا منا عليه ممنيحة المسل سل او 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 زا بدكن الخلية بالعضل تشتغل مظبوط لازم هالخلية تكون هايدريتد يعني معبية ماي وقلا ما رح تشتغل مظبوط لو كان عندي احلى احلى خلايا بجسم بجسم واكبر نسبة عضل واللي بدكن بس زا منهم معبيين ماي ما رح يشتغلوا بطريقة مظبوطة وبالتالي ما رح يكونوا عم يحرقوا مظبوط بتكون انت مفكر على الورقة والقلم او على المكانة او على الحسابات انه انت بتحرق اعتبر الفين سعر حرارية انت وقاعد بس اذا انت ديهايدريتد رح تقل النسبة عشرة عشريم المية كل واحد حسب اكيد جسمه بس لانك بس ما انك ويا ما بيطلع عبيلك تاكل زيادة لانه بتفكر حالك جوعا بينما انت عشان جسمك بيطلب فواكة زيادة او بيطلب اشي زيادة هو بده ماي ما بده اكل بيكون انك يعني قبل الاكل بنص ساعة كل وبعد الاكل كمان بنص ساعة سوري شراب وبعد الاكل بنص ساعة كمان شراب امن لجسمك البنات انا دايما بنصحهم ليتران لتلاتة شباب اه تلاتة لاربعة مش بس تاخد كرياتين بس بتشرب ماي بكعمل لا ما هو الجسم هيدا مفروض تأمل له ماي نحن بنحت حجة قوات انه شراب ماي مع الكرياتين مكتم بس تنأكد انه بس هي لازم تكون عم تشرب ماي بتاخد كرياتين ولا ما اخد كرياتين لازم تكون عم تشرب ماي بسيها الماي مع ان��을 شي كثير تافي الواحد بير ياخد كل المكملات وبينصى يشرب ماي كل المكملات بكتخدوا النيس هنو بيطلعوا واحد بالمية من النتيجة الماي هي خمسين بالمية من النتيجة اذا ناقص على ال CAP كارسي يعني. aux classrooms على الاساسية قبلما تبلش فكر بالمكمليات وبالقصص الثاني منبلش من هون ببدي عصي بعد وكرة الصباح انا افوت بالجاو الزيادة بس لانو بتخيل العوائب لانو صارت قط علي ثلاثين سنة هايدي السنة بصير قلي واحدة وثلاثين على راس السنة بصير عمري واحدة وثلاثين سنة بهاي رياضة على راس السنة قطي علي كتير مشاكل من هالنوع قصص طير هينة وسهلة واساسية ناس عم تقفيها شو بكم تتخيلوا بس تسمعوا هايك على سنة بطلع هايدي هايك الحرقة من جوه في شي اسمه تالت نقطة رح نحكي فيها في شي اسمه نيت نون اكزرسايس اكتيفتي تيرموجينيك تيرموجينيك تيرموجينيس سوري النيت هي الحركة اليومية تصدق او لا تصدق الحركة اليومية رح تساعدك انك تحرق سعرات حرية اكتر من التمرين كله اذا بتتمرن كل يوم ساعة وحركتك اليومية كتير واطي ما رح تكون عم تحرق قدمة اذا تمرنت كل يوم او ثلاث مرات بجمعة او مرتين بجمعة ساعة وحركتك اليومية عالي يعني شو يعني حركتك اليومية يعني انا صفات سيارتي وبيدي اروح ماشي عالبيت بدل ما صفة دغري حد درجة البنية بروح بصفة بباركينج بعيد وبتمشى هادي نعمة هادي هادي حركت جسمك جمعت سعرات حرارية بشكل يومي بدل ما اذا بدي روح جيب كبيت ماء من المطبخ بقول لحدا يجيب لي هالكبيت الماء بروح انا بتمشى بجيبه حركت سعرات حرارية جمعت النيت non exercise activity thermogenesis عليتها صار جسمي عم يحرق سعرات حرارية اكتر لبس لاني اكتب انا وقاعد بدل ما اكون قاعد هيك عم شاوبير بلا ما ايا بتصير بالكاركتر بس كمان هي عم تحرق لي بالنهار بلا ما احسب بلا ما اكون عم بتمرن هيدي النيت كتير رح ياما ياما ناس عندهم نية عالي بيصيروا بيلاقوا حالهم بالنهار بيحرقوا 3-4000 سعرات حرارية وما بيعرفوا ليه بس لانو بيتحركوا مسلا فيني كون انا قاعد هلق عم عم هزء جريي من تحت تحت الطاولة هدي كلها عم تحرق لي سعرات حرية هولي بجمعوا لي كل النهار كل حركة اليوم بتجمع لي كل النهار فرما يكون كل النهار ناية مع التلفزيون ما عم بتحرك بتنزل النيت تحت السفر وهيدا شي ما انو منيح ابدا والحركة اليومية هيدا شي كتير صحي بتخلي الدورة الدموية منيحة بتساعدني على حرق الدهون على صحتي بتخلي الجسم مش في حاله اسرع هيدا بتنعد متل اكتف اكتف هيلينج للجسم هيدا شي كتير صحي صحي ركزوا على الحركة اليومية ما تبتكلوا انو نايم كل النهار ماد اجريو انا عم اتمرن يا باك اليوم لا 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 حركة يومية خصوصي اللي بيقعدوا ورا المكتب كل النهار هولي يعني بزع اللي عليهم بيقعدوا ورا المكتب كل النهار بزع اللي عليهم حرام انا قاعد كل النهار هيك مجمد عضلاتي ايخ شي تشنجات اوجي مفاصل بتلقوني عم بعطيكم حركات دايما تحركوا جسمكم لانو حرام اللي عم نعملوا بجسمنا ايخ شي نتذكر جسمنا ايه من تكون طلعنا كم مئة الف دولار نحطهم كلهم على صحاتنا ايخ شي لا 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 بدي توازن بدي توازن بدي ضلني انتج كل حياتي لا ضلني يعني ساعد اللي بحبهم كل حياتي لا ضلني انت بيع حالي كل حياتي هيدي 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 قيمة الرياضة رياضة بتعمل سحر كتير بتقولولي يا كوتش هلقدم امن انت باللي عم تحكيه اكيد ما شفتوا كل حياتي قدام عيني بشوف انسان كيف بيكون وكيف بيصير من ورا رياضة سعر سحر بتشفر مفاصل بتشفر تخيلوا 99% من الحالات اللي عم شوفها عم تروح على المستشفيات بتصحب الرياضة وبالنظام الغذائي ونحن بعدنا بنتكسلنا ونروح على المستشفيات وبناخد ادوية لا انا ببدي ايش في حالي بالادوية وبالمستشفى بدي ايش في حالي بالنظام الغذائي الصح بنظام حياتي صح بنظام تدريبي صح بيقول بدي ايش في حالي رابع نقطة رح نوصل على عشر نقطة واهم رح اتكيفوا على عشر نقطة رح نتلكوا معي للاخر رابع نقطة هي النوم جسم المانه اخد نوم كفية ما رح يقدر يحرق سبعة ثمان ساعات نوم يوميا بيعملوا سحر ما تضلكوا ليل نهار حاطين تلفزيون بالقودة عم تحضروا نتفلكس وواتفا لا مش هيدا الحل بدي نوم نوم ديب ستيب بعدولي عن تلفزيونات بعدولي عن الشاشات بعدولي عن تكنولوجيا ساعتين قبل النوم تيروقوا هالأعصاب بس توقوا الصبح طلعوا قبل الشمس خدوا فيتامين دي فيتامين دي بعليلكم الميلاتونين بشكل طبيعي مش مضطرين تاخدوا حبوب ميلاتونين لا تناموا عالوا الميلاتونين بشكل طبيعي يعني شوفوا الشمس يبسوا نص كم طلعوا تمشوا بالشمس استفيدوا الشمس شي كتير اساسي عندي اصحابي ببريطانيا بالفريق البريطاني تبع الكمال الاجسام الطبيعي بعانوا بيضطروا ياخدوا سبليمت فيتامين دي ما بياخدوا ميلاتونين بياخدوا سبليمت فيتامين دي تيعلوا الميلاتونين بشكل طبيعي بس اتخيلوا قديش مهم الفيتامين دي اللي هو نحنا عنا اياه بدولنا العربية فور فري ببلاش بغير بلدان اذا طلعت الشمس شوي برقدوا يقضوا يقفوا تحتها هلقد مهم الشمس نحنا بنقعد جسمنا كله بنقعد بالمكاتب وتحت الارض والشمس بره غير شكل لهروا عالشمس عبوا فيتامين دي عبوا ميلاتونين طبيعي بس يروتناموا احسن كل حدا عم يحضرني مسؤول عن هالشي مسؤول عن حاله كل حدا مسؤول عن حاله ما اهتم بصحتنا نوم فينا نستعمل تاكتكس بنهار لنخلي جسمنا يحرق اكتر هو انتورمتنت فاستنج انتورمتنت فاستنج انا شخصيا ما بحبزه بس في ناس بفيده يعني في ناس مثلا ما معه وقت تاكل كل النهار لا عملي انتورمتنت فاستنج او عمول انتورمتنت فاستنج كل اكلاتك وسعراتك الحررية بالليل ما في اي مشكل بس دايما نؤمن السعرات الحررية طبعا جسمك والالياف والبروتينات والدهون بش تاكل كيف مكانه بلا تفكير انتورمتنت فاستنج هو السيام المتقطع يعني وقت الواحد يصوم كل النهار ويأكل بوقت معايا من النهار مثلا 8 ساعات في يعمل الويندو طبعه في يعمله على 6 ساعات في يعمله على 4 ساعات كل انسان اكيد حسب شو بيفيده مثلا هادي تاكتك حلوة ازاش النهار نحنا اكلنا فوق الزوم على وجبة كتير عالي مثلا تغدينا تنفزرنا مثلا فينا نقعد بلا اكل نعمل من الغداء هذا الغداء عرفتوه بس تخلصوا الغداء تخفو على الكرسي بعد ما اكلين الحلويات هيدا هو اللي عم بحكي عنه منوقف اكل من هيدا الغداء لتاني نهار عشيه مسلا ومنمشي هلا جاي لها النقطة هيك بترجعوا بتنضيوا جسنكم بتعملوا نهار انتورمتنت فاستنج بعد هيك خطيئة عملتوه تركوا مجالة جسنكم يهضم كل هالاكل وهالسعارات الحراريه وينضف حاله ويرجع لطبيعته باش ترجعوا تنزلوا فيه عشا وتنزلوا فيه ترويق او غدا فوق الدكة لا ريحوا شوي لانه كتير زدتوه على جسنكم على فترة ريحوا جسنكم رجعوا شوي هاي بتنظبات الانتورمتنت فاستنج فيه ناس مثلا اليوم ما معهم وقت يأكلوا كل نهار بيعملوا انتورمتنت فاستنج بيفيدهم بقسموا هلا 3 وجباد ع 8 ساعات بيبال شو فيه ممكن 12 الظهر 3 الظهر و 6 و 8 بنكون عملنا مثلا 8 ساعات اكل وصلنا 16 ساعة بقى بوقت السيام فيك تشرب ماي 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 مافي اي مشكل خلي جسم دايما نهايدريتد هيك تقدر تعمل انتورمتنت فاستنج ماني ضده ماني ضده هلا الاي دي الانا بنظري دايما تقسيم الاكل يقادر يقسم الاكل كل 3 ساعات وجبة وسناك وجبة وسناك او وجبة متعادة لكلها على 3 ساعات او على ساعتين نحن بالبادي بلدينج ليش بنوصل لهالحرق الدهون هيدا لانه بنأكل كاربز على كل ساعتين او 3 في كي بتقول لي كوتش ما بتعلي الانسولين كتير بالعكس الكاربز بطريقة دايما استادي بيضل نسبة السكر بالدم دايما متوازنة ما بيعلي الانسولين كتير بينما قامتا بيعلي الانسولين كاربز كتير واقف اكل كاربز كتير لا بس اذا دايما عم مقسم كاربزاتي بالنهار بشكل متوازن بشكل كتير بتلاقي الانسولين معدلوا كتير حلول بالدم وجسم بصير يحرق اكتر واكتر سو هيدا شي ممكن يفاجئكن بس هيدا الواقع مش هينيك نحن بنقدر ننزل بالدهون تحت 3 بالمية ناتشرل بلا منشيطات لانه بنقدر ننظم اكلنا بهالشكل اليوم انا بسي ايكا كيتشن دايما برجح لكل الناس المشتركين معنا انه ترويقه غدا عشا سناكس وزا اخدتوا ما عليك اخدوا ست واجبات سبع واجبات متل ما انا عم باكل الاصلون اللي عنده هاللقجري بالتايم والتقسيم هادي نعمل اقلنا كفينا نستعملها تتخلي الجسم يحرق اكتر واكتر اذا مني ضد الانترميس فاستينج بس مني الايديل بس يمكن نستعملها اذا بتنسب لكم حياتكم نستعملوه فينا نزيد على نهارنا هادي سيدس نقطة اشيه صغيرة بتخلي الميتابوليزم تعلق يعني شوية حر اذا بتحبوا الحر بيعلي الميتابوليزم قهوة من وقت لوقت انا بس انا بشرب قهوة مرة بالنهار قبل التراينينج او بوقت معين بالنهار بشرب شوية قهوة شوية صغيرة ما بزيدة عن نوري السيستم هولي بيعملو ستيموليشن للحرق مثلا سينامون يعني هو القرفة عود القرفة اشيه هاك ممكن تساعدني طبيعيه اكيد ممكن تساعدني لاحرق اكتر هولي عندن بوستنج افاكت للحرق هولي فيهم يكونوا مكملات فيهم يكونوا بهرات فيهم يكونوا ستيمولانس مثل القهوة او الشاي الاخضر او شي هيك بس ما تفرطوا استعمالهم يعني مرة التقات بحدا قعد ما اخد كوركومة هايدي العقدي السفرة من قلب العربي نحنا صار معه مشاكل بمعته الكوركومة منيحة يلا صار يدلق كوركومة عمل مشاكل بمعته عمل ارحى يمكن بمعته كل شي اوفر منه منيحة منكم تستعملوهم بذكا مثلا استيمولانس اذا شربتوا قهوة فوق الزوم بيتعبوا عصابكن ما هايدي عم تعمل استيمولايشن للجهاز العصبي انتو بتشوفوا ايه القهوة منيحة ولا الكوتش يلا بلش اشرب قهوة لانهر لا 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 قهوة بيقى اعتدال وبذكا منيحة بس اوفر ما لا 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 هادي الايديال هلا بيجينا نهار ما درنا ادهارنا عن التوازن ما ليه نهار لبعضه بنرد حلنا على التوازن ما حدا كلنا بشر يعني ما عملكون احنا مكانات يعني انا اول واحد بس دائما ما نرجع للتوازن تا نقدر نحافظ على هالنتيجة ونخلي جسنا يتقدم سابع نقطة بدي احكيكم يا قربنا على اخر نقطة هي لاو انتنسيتي وووكينج بعد كل وجبة اظهروا تمشوا عشر دقائي اربع ساعة بعد كل وجبة شوفوا بيش كرمال حرق الدهون كرمالة تساعدوا جسدكم ومعدتكم على الهضم وتخلوا حركتكم عالي وتخلوا مستوى السكر بالدم واطي اذا بتفوتوا هالهبط او هالعادي رح كتير تستفيدوا بالنهاركم وبحياتكم رح يضل موتكم حلو ما رح يعلى الانسلين وتنعع صوته يصير معكم هايك هبوط بمستوى الطاقة طبعكم استعملوا هايدي التاكتك عشر دقائق ماشي بعد كل تمرينة بعد كل وجبة هيدا شي كتير صحي حطوها ما عنا اي مشكل انا بقوم تحركت ماشي خصوصي اللي بيقعدوا بالمكاتب خدت لانش بريك خلص لانش بريك طبعك رح تمشى لو بالمكتب تمشيت عاشي برامط حد المكتب وانفيش مطرح فيك تمشي لقي حل تحرك شوي رح تلاقي حالك كتير تحسنت وصحتك والميتابوليزم تحسنت والديجاسيب سيستم تحسن وهضمت اكلادك اكتر ومستوى السكر بالدم يعني هو اهم شي بدا الواطي من ورا هالمشوي رح اوصل للنقطة التامنة قد ما تعمل وقد ما تاكل اكل صحي ازا عم تاكل اكتر مما عم تحرق ما رح يوطى الدهون بجسمك ما رح توطى كلهم بيقولي كوتش انا ما عم بيكل غير اكل صحي ومنه مصنع وليش ما عم ينزل وزنه يبقوا عم يعملوا كل شي صح مثلا ليه ما بيطلع عم ينزل وزنه لانه عم ياكل اكتر مما ميحرق يعني اذا عم تاكل شو بديقلك اطيب اهم اكل بالعالم وانضف اكل بالعالم بس عم تاكل اكتر ما عم تحرق طيب وين بيروحوا هالزويد بيروحوا تخزين هو شو بيعمل الجسم اعطيتوه سعرات حررية زيادة بيخزن الزويد بيحطهم عنده للقيام الصعبة وعطيتوه سعرات حررية اقل اقل بيزكع مش كتير اقل بيستعمل لخزنهن بالقيام المنيحة تماما مثل البونك بنجمع مصاري اذا عزناهن فلسنا بنروح بنسعب بالبونك نفس الشي هذا التخزين هذا هيك بيعمل بالجسم هلا الفكرة انه الاكل اللي مصنع كمية السعرات الحررية كتير عالية بحجم كتير صغير الاكل اللي مش مصنع كتير صعبة تاكله فوق الزوم بس في بعض الناس بيأكلوا منه فوق الزوم بيكون كميته كتير صحية وكميته كتير كبيرة بسعرات حررية قليلة بس عاد ما في ناس بيأكلوا يمكن عندهم ايتيك ديس او در مسلا اموشنل اييتر بيأكلوا بس يعصبوا بيأكلوا بس ينبسطوا بيأكلوا لو اكل صحي بضول يأكلوا 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 اطلع على النقطة التاسعة يلي هي سترس شو ما منروح ان الحكيم بيقلوا عنكن سترس مش ناك بيكون هكي بيعطينا دوة بيقلكم تخففوا سترس خففوا سترس شو هدني شو سترس شو الخففوا سترس كورتيزول عالي سترس استيمولانس فوق الزوم قهوة فوق الزوم سترس هو تعصيب كل النهار ومشاكل سترس ليجوا البرشر والضغط اليومي هيدا شي صحي كتير اذا علاجناه بس الضغط اليومي معرفنا علاجناه بتحول لسترس هون ببطل صحي وبيعلى الكورتيزول بصير عندنا مشاكل والامور كلها بلس انه اذا استعملنا استيمولانس وملمنا منيح جسما ما بيش في حاله من استرس كل هيدا بيعليلنا استرس بيعلي الكورتيزول وبس هرمون من الهرمونات طبعا يتغير بشكل سلبي بيأثر سلبيا عباقية الهرمونات كلهم الكورتيزول بينزعلك التيرول بينزعلك الانسولان بينزعلك الليبيدو بينزعلك الاندوكرين سيستم بينزعلك لانه هرمون واحد خربك من وراء سترس مثلا عم بعطيكم مثل بيأثر على المعدة على الهضن على وطبرا سو نحنا وجباتنا اليوم ننتبه على سترس بتلاقي الناس لقتوا صيجارة بلا شو يدخنوا خير تحت طيب انا عندي خطة لقلك بدل ما تكون عم تدخن خد نفس عميق فيه اليوم تحطى ديب بريدين تاخد نفس خمس مرات عيد هايدي الحركة خمس مرات بتلاقي اعصابك كله ارتخد انا انا نفس واحد حساس اعصابي ارتخدها شي كتير حلو بلا ما تدخن يعني جارب دهار من العوايد السيئة وركب عوايد جيدة هيك بتخفي في سترس على جسمك وتلاقي هرمونيتك عم تصير انشط واحسن رياضة بتخفف لك سترس غير جو عود مع ناس بيعلوك ما بيوطوك هيك بتخفي في سترس دايما انتبع على هالنقط دايما خفي في سترس وانتبع على حالك تلاقي حياتك دايما عم تتقدم وصحتك عم تتقدم حرقك عم تتقدم كله معلق ببعض و اهم نقطة و اخر نقطة لكتير ان الناس ما بيعرفوها ربو عضل ربو عضل جسمكم بصير يحرق انتو نايمين كل كيلو عضل بتربوه ممكن يحرقلي انا مية وخمسين سعر حرارية على البي ام ار انا و نايم هلقد العضل بيحرق سعرات حرارية هيك انا عم بقدر احرق 3500 سعر حرارية بالنهار واكتريته النشويات لانه مربع عضل وبطريقة طبيعية فيك تربي جسمك فيه ربي ازا من 10 ل 15 كيلو يمكن بالسنة اول سنة تاني سنة اقل شوية تاني سنة اقل شوية حسب كل انسان شو عنده بس كلنا فينا ربي عضل البنات خصوصة بس قول ربو عضل للبنات ما رح تسيروا مثل هول بادي بلدس بياخدوا منشيطات ما تخافوا قدمة ربي عضل وان شاء الله تربيت ضخمة 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 عضلاتك للمكسيموم رح يضل العضل حجمه هلقد لانه قسي وكبر ورح ينزل مقبيله الدهون فرح تلاقي اياساتك وطيو ازا عضل الكبري سنة اياسي رح يقطع عشرة سنة هايدي بس قلك ضخمة عضلاتك لانه الكلمة بتفزعي ضخمة عضلاتك البنت ما عنده هرمونات والبنت بحاجة هرمونات زكريا تربي عضل والبنت بحاجة لهالهرمونات اكتر لهالعضلات اكتر ان الرجال لانه البنت عندها بصير ترقع عضل فكبري وضخمة عضلاتك وما تخافي لانه حجمك رح يصغر رح تصير مور فامنان وبتشوفه تلميزة كيف وارفع بس كلها نشاطة وحيوية كل النهار ما بتهدل انا عضلاتها نشطين وكبار وضخمين شو يعني كبار وضخمين يعني هالقد اني هي نسل وانا اليوم رجال قد ما يضخموا عضلاتي بدا الحجمي طبيعي بلبس تيها ببين فت ما في شي اوفر متل هول الشباب بتشوفون كتفوا ما بيخلصوا هو بياخدوا منشطات هو بش متل الانسان العادي يعني ما تخاف تضخم عضلاتك العضلات الضخمة بتخليك تتحسن بتخليك تحرق اكتر في حدا دورنا بليز حدا يضطف مين مين بليز فتاحي فتاحي بليز مين مين عم بليز عم نصور عم نصور عم نصور لايف نحنا لايف بليز اوكي سو نحنا اه العضلات الضخمة العضلات الضخمة رح تخلي الجسم يحرق اكتر واكتر هيدي هيدا شي كتير اساسي سو اتمرى انه بتمرين بالاوزان ساعة يوم اي يوم لا مرتين بالنهار اه سوري مرتين بالجمعة او ثلاث مرات بالجمعة خلي الجسم يربو عضلاته اكتر ويحرق اكتر ويصير انشط وتعلى الميتابولزم هالقد مهم الانسان يكون عنده كتلة عضلية نشيطة عارفين انه مشاكل كتير تطلع من وراء قلة العضلات قلة العضلات بتخلي الجسم يخفي الدورة الدموية بتخفي بصير جسم يموت بلا ما نحس يعني اليوم كال عضلة بجسمي هي متل القلب عندي قلب بالبيسبس قلب بالكواز قلب بالضهر قلب بكل العضل هي متل قلب ليش متل القلب؟ القلب شوشغلته يعمل يضخ دم بقلب الجسم مما زبوط؟ العضل بس تشتغل كمانا بتضخ دم بقلب الجسم تخيلوا انتو لما تشغلوا عضلاتكم كله وتقدروا تتواصلوا مع عضلاتكم جسمكن تشدوا العضل وترخوه بكل اجزائه للجسم شو رح تستفيدوا من دورة دموية رح يصير جسمكن يحرق سعرات حرارية انتو نايمين من زمان ايام جدود 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 جدودنا قبل التاريخ ما كان شي هيدا ما كان شي ايجابي انو يحرقوا كتير سعرات حرارية لانو ما كان في اكل كتير كان الانسان تا يقدر يأكل يركض كل النهار تا يتصيد تا يأكل تا يخزين شوات سعرات هيدا كان شي كتير سلبي وكان يموت بكير الانسان من الجوع بس بهيدا الزمن صار الاكل متوفر فوق الزوم صارت الناس عم تموت من فوق الاكل فوق الزوم سو انا ازا جسمي بيحرق كتير سعرات انا ونايم هيدا ايجابيه هيدا ايجابيه كتير كبير لقلي سو جمعوا عضلات روحوا عن نوادة اتمرنوا بالاوزان حافظوا على مفاصلكون ربوا عضلاتكم وما تخافوا شباب وبنات هيدا صحة لقلكم هيدا رح يضمن لكم حياة صحية وسليمة لفوق المية وان شاء الله كلكم بتعيشوا لفوق المية وعبال المية لكل حدا عيده اليوم وانا كتير بمصدت بهالفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا معي ما تنسوا اكيد لايك سبسكرايب لتشانيل وازا عبالكم نحكي عن طوبيك بالمستقبل بيس حطولي ايه ازا عبالكم حالة سؤال شو ما بتعوزوا مننا نحنا جاهزين سي اي كي جيم جوني جناح عين عار سي اي كي فتن سكوير رومي سي اي كي سابلم ستور للمكملات الغذائية سي اي كي كتشن تلوصل لكم الاكل وان ما كنتوا كسروان بيروت متن عم نقدر نوصل للاكل وسي اي كي اكاديمي لانتوا تتعلموا تصيروا متليوا احسن كمانا او تتدربوا الناس او انتوا تتدربوا تتعلموا الطرق التدريبية بسي اي كي اكاديم رح تقدروا تحصلوا عها الشهادة يلي هي عندي ايها شي اهم من الشهادة اللي عم تحصلوا عن عليها من امريكا نحنا منعلمكم تستفيدوا هيك بيتقدم فحص اخر السنة ما بيهمني العلامة بس بيهمني اعرف انك فهمان مظبوط او انك فهمان مظبوط تتقطع الفحص انا والجوري والاسادزي ما توفروا على حالكم اهتموا بحالكم طوروا دماغكم وشوفوا كيف جسم رح يتطور والصحة رح تتطور وحياة رح تتطور واهلا وصلاة بكل حدا شكرا لقالكم لانكم سمعتوني الى الاخر انجو يوردي